شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بفتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سمي حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الإفريقية وتأتي دعوة البريد المصري لفتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في إفريقيا والذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الإفريقي واتخاذ كافة الإقرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الإفريقية وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الإفريقي الشامل بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري والتحاد البريد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر